نحييكم من صوت في نيقيا من كندا اليوم الأحد 18 حزيران 2023 بكل سنة ب18 حزيران تحتفل كندا وكمان الولايات الأمريكية يعني أمريكا بيحتفلوا بعيد الأب نحنا كمان كل سنة بها المناسبة منحط خاطرة بالإنجليزي وبالعربي عرفان منها بالجميل وبالمحبة وبالوفاء للأباء بهالعيد هيدا الكل المفترض يكونوا عم يتذكروا بيتون فيه أول شيء من صلي من أجل كل بي انتقل إلى العالم الآخر وربنا افتكر روحه ومنصلي من أجل يكون كل بي اليوم موجود بهالعالم الآخر موجود بالمنازل السماوية الإلهية اللي وعد فيها الرب الأبرار والمؤمنين وهالبيوت السماوية اللي ما حدا من البشر بناها بل الإله الأب هو نفسه اللي حضرها للمؤمنين والأطقية واللي وعد فيها الإنسان البي هو العمود هو الحجر حجر الزاوي البي هو اللي بيشقى وبيطعب وبيضحي تحتى يربي عائلته أكيد هالبي هيدا ما كان بيقدر يقوم بهالدور من دون الأم والأم مثل ما منقول بأمثالنا الأم هي اللي بتلم يعني الأم هي اللي تجمع هي اللي بتضحي هي اللي بتربي هي اللي بتتحمل اللي هي بتصهر الليالي ولكن البي اللي هو العمود الأساس بالبيت اللي هو الحجر الزاوي هو اللي بيتعب كمان واللي بيشتغل واللي بيضحي تحتى يربي عائلته بيقول بيقولوا كتير من الفلاسفة بيقولوا نيال الرجال اللي في حدا بيناديله يا بي لأنه هالمسمى هيدا مسمى أداسي لا لأنه الرب اللي خالقنا اللي هو مصدر المحبة ومصدر العطاء ومصدر الحياة هو بي وبالتالي هالاستنساخ عن الأبوة الإلهية بالأبوة الإنسانية عمل إلهي عمل مقدس إذن نحن اليوم بكندا محلما موجودين وبأمريكا نحتفل بعيد الأب وبهالمناسبة خلونا نحن ويكون نصلي من أجل كل الأباء الأحياء منهم والأموات ومنذكر هون الوصية الخامسة من الوصايا العشرة اللي بتقول أكرم أباك وأمك فيما هفهمنا الإبانية مثل ما قلنا البي هو حجر زاوية العائلة اللي بارك الرب ومنحها النعم والعطايا من أقوال الأباء القدسين عن الوالدين بيقول ليكن كله أحد كبيرا في عينك ولا تهن يعني متزل متهين لا تهين الذين هم أقل منك معرفة ولا تطلب كرامة من أحد لكن اتضع لكل الناس ولا تغضب من الذي يتعظم عليك لأنه قليل المعرفة لأن من قلة المعرفة يتعظم الأخ على أخيه الأباء والأمهات واجبنا نحوهم الاحترام دائما وأبدا إيمانيا الجاهدين من الأبناء والبنين بحق إمياتهم وبياتهم ولأي سبب كان هن عمليا وواقعا معاشا واقعين بالتجربة الشيطانية بسبب قلة إيمانهم وخور رجاءهم وتخد ضمائرهم وقساوة قلوبهم وعدم خوفهم من الرب ومن يوم حسابه الأخير من أجل هاودي هالناس إن كانوا أناث ولا ذكور اللي ما عم بيقوموا بيواجباتهم مع بيهم ومع أمهم ولأي سبب اللي كان من أجل هاودي من صليليا تحتى يستفيقوا يعني يوعوا من غيبوا بتهم ويوعوا من تخدوا ضمائرهم ويعودوا إلى طريق الحق ويزرعوا من جديد بيقلوبهم نعم المحبة والعرفين بالجميل بهاليوم منصلي وبخشوع ونحن رفعين إيدينا لفوق للسماء منصلي من أجل راحة نفوس كل الأباء اللي غادرونا إلى العالم الآخر ومنطلب لهم منقلوبنا وبصدق وبتأوى منطلب لهم الراحة الأبادية والسكن بجنة الخلد إلى جانب القدسين والبررة وكمان منصلي من أجل كل الأباء الأحياء وخصوصا المرضى والمعذبين والمحرومين من العاطفي من عاطفي توليدون عين مبارك لكل الأباء وألف رحمة تحل على أرواح الأباء اللي انتقلوا إلى العالم الآخر وبهال مناسبة يعني بيعز علينا كتير وعلى كتير من الناس المؤمنين إنه نشوف باي متروك نشوف أم متروكي نشوف باي بمقوى نشوف أم بمقوى متروكين والهدون ما بيزورون متخليين عنون بيستحوا فيون هيدا كتير نحنا بأمثالنا بلبنان منقول إنه الرب بيسمع لدعوات الأم والبي إذا كانوا عم يدعوا عولادون يعني اللي بيه بيغضب علي أو أمه بتغضب علي ربنا بيستجيب للي بيطلبوا البي والأم لأنه هو باي لأنه هو باي وهذا البي اللي بيتركوه لده وما بيعتنوا فيه يويلو إذا يويلو هادا الولد يعني الشاب أو البنت اللي بتكون تير اللي بيكونوا تيركين بايون أو تيركين أمون وإمون أو بايون بدعوا عليون ربنا بيستجيب لدعاء متل ما بيستجيب لصلاواته بعض الآيات من الإنجيل بتحكي ضرورة إكرام الوالدين من هالآيات هايدي من أكرم آباه فإنه يكفر عن خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم من احترم أمه فهو يجمع الكنوس من أكرم آباه سر بأولاده وفي كل يوم صلاته يستجيب له الرب من احترم آباه طالت أيامه ومن أطاع أباه أراح أمه الذي يتقي الرب يكرم أبويه ويخدم والديه بمنزلة سيدين له أكرم أباك بفعلك ومقالك بكل أنات لكي تحل عليك البركة منه وتبقى بركته للمنتهى بركة الأب توطد بيوت البنين ولعنة الأم تقتلع أساسها لا تفتخر بهوان أبيك فإن هو أهين ليس فخرا لك بل فخر إنسان بكرامة أبيه ومزلة الأم عار للبنين يا ابني يا ابني أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته وإن ضعف عقله فاعذره ولا تهنه وأنت في وفر قوتك فإن الرحمة للوالدين لا تنسى وبإحتمالك هفوات أمك تجاز أو تجاز خيرا من خذل أباه فهو بمنزلة المجدف ومن غاض أمه فهو ملعون من الرب يا ابني أقضي أعمالك بودعه فيحبك الإنسان الصالح هذه بعض الآيات أخدناها وأغلبها من العهد الأديم وكلها بتحكي عن ضرورة احترام البي والأم هالأم والبي شو ما كانت الأسباب وشو ما كان وضعهم مفترض أنه يتم احترامهم والمفترض لما يكبروا بالعمر ما ينزلوا ما ينهانوا ما يعتازوا ما ينتركوا ما ينحطوا بمقاوي عجزة وما حدا يزورون هيدا هالإنسان اللي بيترك أمه أو بيترك بايه وهو قادر يكون يساعدون هيدا الإنسان بيكون عم يعتدي على الإله نفسه لأنه الإله نفسه هو باي بيوم الحساب ربنا بيحط هالإنسان قدامه وبيقله أنت لما كنت أنا مريض لما كنت فقير لما كنت جائع لما كنت مشرد لما كنت سجين أنت وقفت حدي أو بالعكس أنت ما وقفت حدي وبيسألو هالإنسان لا أنا أين تشفتك هيك وما مساعدتك وما مديت إيدي وقفت حدي بيقله أنا كنت كل مريض كل معتاز كل باي مهان كل أم مهاني كل باي ما تروك بمأوى كل معاق كل جائع كل مشرد كل مهجر كل مظلوم كل سجين إذن هالرب سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان على صورته ومثاله بيتوقع من هالإنسان اللي عطاه الحرية الحرية الكاملة وهبه نعمة الحياة بيتوقع منه أنه يكون إنسان خلوق إنسان عنده عرفان بالجميل إنسان بيحب إنسان منه ناكر للجميل إنسان بيعتني بيبيه وبإمه مثل ما الإله بيعتني فينا واللي هو باي كل عيد وكل باي بخير وللأباء اللي ربنا افتكر أرواحهم وموجودين بالعالم الآخر منصلي من أجل راحتهم إلى جانب البررة والقدسة مثل كل مرة منذكر إنه عنا أخبار يومية عنا نشرات أخبار يومية إنجليزي وعربي مفصلي موجودة على موقعنا اللي الرابط طبعه هو باسمنا يعني حامل نفس الاسم طبعنا الياسبجاني نيوز دوت كام وهل النشرات هايدي منحط روابطها بالإضافة لوجودة على موقعنا منحط روابطها على أكترية مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيحب يتابع ويعرف شو عم بيصير بهالدني وخصوصا بلبنان وكل شي إله علاءة بلبنان وبالدول العربية بننصحه إنه يطالع هالنشرات هايدي اللي هي بتكون عصارة كل شي عم بيصير بكل بالعربية وبالانجليزية ونطلب كمان من اللي عم بيتابعونا يشتركوا بالقناة والف تحيي للي عم بيتابعونا